المسيح هو المحرر الأعظم يمكن أنت اليوم مقيد بأعمال سحرية مقيد بالحجابات بالتعاويز بالسحر الأسود يمكن أنت اليوم مقيد بالعرافة بالكف والفنجان في الأبراج في ناس ما بتطلع من بيتها لما تعرف إيش البرج في ضربات على حياتك في لعنات محتاش تتحرر منها في اسم الرب يسوع في ناس بتكلم معهم دايما عندهم روح حزن عندهم كآبة دايما هموم بس كمان في شيء خطير في ناس في بيوت في روح الموت عم بسود يعني بتلاقي واحد وراء الثاني وراء الثالث كله بموت ما بعشش طويل باسم الرب يسوع تكسر هاي اللعنة في ناس من اللي بيشاهدونا عندك فكر الانتحار تذكر إذا انت بتصمم على الانتحار هاي خطيه كبيره لأنك انت تعلن انه الله غير قادر على فدائك أو شفاءك فانت لما بتصمم انك تنتحر انت مصيرك طبعا بيكون الهلاك الابدي طبعا انا بحكمش في هذا الموضوع لانه الانتحار هو خطيه مثل اي خطايا تاني والرب بيعرف شو الانسان في داخله في نفسه كيف اخر لحظة في حياته بس انا بتكلم بشكل عام الانتحار اللي بيصمم يعني عاوز يقتل يعني هذا مصيره مش بس بتخلي اهلك يعيشوا في حزن كل العمر في زنب عقدة زنب انه عايشين انه ابنه او بنته انتحر او لا سمح الله فإذا يعني فكر يعني ففي ناس مربوطة مقيدة بالإدمان بالجنس في الشهوة في خطايا اللي لوثت نفسك وجسدك وروحك قل لي يا رب طهرني يا رب حررني يا رب اشفيني يا رب اكسر كل قيدة عني كل لعنة كل ضربة كل اعمال سحرية كل كتبة كل حجاب اللي بتجيب لعنة على بيته في اسم الرب يسوع نكسرها اليوم وخلي هيك خادم روحي يزورك ويصلي في بيتك وحياتك حتى تكسر هذه اللعنة تعرفوا بولوس في اعمال 16 انتهر قال لروح العرافة اللي كان فانا امرك باسم يسوع ان تخرج منها فخرج في الحال في قوة تحرير في قوة شفاء هذه كانت خدمة الرب يسوع اشتركوا في القناة